اشتركوا في القناة احنا طبعا الحلقة السابقة كنا شرحنا الوحدة الاولى لطلبة الصف الاول والنهاردة ان شاء الله هنشرح الوحدة الثانية وبداية المخرج بتاعها اللي هو الامن الصناعي فان شاء الله باذن الله النهاردة تكون الحلقة شيقة بالنسبة لكم ونتعرف كمان بالمرة على نظام الجدرات احب اناوه في البداية ان نظام الجدرات يا ابنائي وانحنا قلنا كلام ده للحلقة السابقة ولكن احنا كل حلقة هننوه عنه عشان برضو ابنائنا الطلبة يبقوا عارفين كويس جدا ايه هو نظام التعليم الصناعي المبني على منهجية الجدرات كلنا عارفين ان في السنوات السابقة او النظام القديم كان تقييمه عبارة عن امتحان او اختبار في الترمي الاول واختبار في الترمي التاني وما بين الترمي الاول والترمي التاني وفي بدايته اختبارات شهرية كانت كلها في تقييمها بتعتمد على الدرجات الدرجات لكل مادة كان لها درجات معينة او محدد لها من قبل الوزارة الدرجات بتاعتها ولكن الان التقييم اصبح مش بالدرجات خلاص الموضوع اتغير وما بقاش بالدرجات يعشان كده التقييم بالنسبة لنا في الجدرات ابنائي اصبح في حاجة من الاتنين طبعا احنا عارفين ان الجدرات فيها شكين شك معرفي وشك مهاري الشك المعرفي وهو الشك النظري المتعرف عليه اللي احنا بنشرح فيه داخل الفصل كل ما يخص التخصص كل ما يخص التخصص والشك المهاري هو اللي بيه ينفذ اللي احنا قلناه في الشك المعرفي يعني ما تم شرحه داخل الفصل الدراسي بيتم تطبيقه داخل قسمك تخصصك اللي هو تشكيل المعدن الزغروفية اللي هو تخصصنا ان شاء الله بإذن الله نحاول مع بعض نستفيد ونعرف يعني ايه اتباعا كده في الحلقات القادمة ان شاء الله يعني ايه نظام الجدرات قلنا اني خلاص ما بقاش فيه زي النظام القديم اللي هو اللي بيعتمد على في تقييمه على الدرجات لأ ده أنا عندي دلوقتي مهارات ومعارف لازم اكتازها كويس جدا علشان اخد حاجة من الاثنين لو انا اصبحت بعد درسة المخرج الاول في الوحدة الاولى جدير بمعارفة المعارف الموجودة في المخرج الاول في الوحدة الاولى وجدير بالمهارات اخد اكتاز يبقى تقييمي هنا اكتازت اكتازت يعني انتقل للمرحلة التانية او المخرج التاني طب ما حصلش عدم اكتياز يبقى لي برنامج علاجي في المخرج اللي انا ما اكتازتش فيه وبناء عليه اصبح دلوقتي قال الجدرات تقييمها بيعتمد على حاجة من الاثنين اكتاز او لم يكتاز يبقى هنا خلاص موضوع الدرجات بالنسبة لنا ما بقاش موجود يعني لو انا تعرض علي مجموعة من الاسئلة وابتديت اجاوب عنها لابد انك تجاوب على كل الاسئلة ما يكونش فيها حاجة خطأ عشان تاخد اكتاز ما كانش زي الاول كلنا بناخد لو انت اخطأت في سؤال او اتنين بنديك الدرجة على انت حلته صح غير كده ما ينفعش انما انا عندي في الجدرات لا انا عندي دلوقتي نظام التقييم اكتاز وعدم اكتياز وابلانا عليه برضو في الشك المهاري داخل القسم بتاعك وداخل تخصصنا كتير جدا من العملات الصناعية هتعرض عليك وهتتشرح فيه المعارف وهتنزل تطبقها في القسم بتاعك بالمعدات باستطيع الالات والادوات والمعدات داخل الايه القسم وابلانا عليه انت هنا فوق لازم يبقى عندي اكتياز فيه المهارة واكتياز فيه المعارف ان شاء الله في بداية الوحدة التانية النهاردة هنتكلم عن ادوات العلام مشانكرة ولكن يسبقها حاجة مهمة جدا جدا ابنائي الا وهي الامن الصناعي الامن الصناعي ضرورة من ضروريات العمل الصناعي او العمل المهني اتقن يعني ما ينفعش اي مؤسسة او اي مصنع او شركة وداخل الورشة او القسم بتاعنا لا يمكن لا يمكن الاستقناء عن مهمات وادوات الامن الصناعي الامن الصناعي في كل اه تعليم الفني وكل المنشآت الصناعية خارج التعليم الفني اللي هتعتمد في اعتماد كل على الامان الامان في الامن الصناعي ابنائي بيديني جودة اكتر بيقدر يحفزلي على المنشآة يحفزلي على المعدات ويحفزلي في رقم واحد على الافراد داخل هذه المؤسسة او داخل القسم اذا في قبل ما نشرح النهاردة معداتنا وادواتنا الاعلام والشنقرة لو اسعنا الوقت هنشرح بعد ده الاول الامن الصناعي ثم بعد كده ادوات الاعلام والشنقرة مع بعض كده هنتعرف على الوحدة واسمها الوحدة التانية بالنسبالك وهنتعرف على مخرجات الوحدة واتباعا الامن الصناعي هنتكلم فيه كتير جدا عن مهماته وعن اهميته بالنسبة لأي منشآة ودخل القسم عندك قسم تشكيل المعدن الزهروفية في مسمى الجديد في نظام الجدرات وكمان لو دهنا متسع من الوقت ان شاء الله هنروح للمخرج التاني اللي هو ادوات العلام والشنقرة تعالوا مع بعض ابناء نتعرف على اسم الوحدة والمخرجات الوحدة التانية داخل منظومة التعليم الصناعي المبنية على منهجية الجدرات تسمى وحدة جدرات معايير التشغيل الاساسية لوضع الابعاد بادوات ايه بقى الادوات القياس العلام والشنقرة القص اليدوي والآلي يبقى ده مسمى الوحدة بتاعي اللي هي الوحدة التانية وهنا طبعا بعض ادوات القياس اللي احنا بنستخدمها بعض الادوات القياس اللي هي اليدوية اللي هي شديدة ضدقة والآلية كمان اللي بتبقى بالارقام اللي هي الايه الرقمية يبقى انا عندي وحدتي لازم اكون عارف كويس جدا ان الوحدة التانية في نظام الجدرات هي معايير التشغيل الاساسية لوضع الابعاد بأدوات القياس والعلام والشنقرة القص اليدوي والآلي ده اللي انا هتعلمه داخل الوحدة ده اللي انا هتعلمه داخل ايه الوحدة وده مسمى الوحدة ننتقل الى مخرجات التعلم ننتقل الى مخرجات التعلم مخرجات التعلم اللي احنا زي ما احنا قلنا كده لكل مخرج يجب عليك اكتيازه في نهاية كل مخرج من دول ابناء اللي احنا هنقولهم داخل الوحدة التانية يجب عليك اجتيازه في نهايته في تقييم في نهايته في تقييم عشان كده عايزك كل مخرج تركز معي كويس جدا فيه اول مخرج بالنسبالي قواعد الامن والسلامة المهنية ده لحنا نسأليه من شوية ان هو ده المخرج الاولي بالنسبالي اللي هو ما ينفعش اي وحدة جدرات تبدأ من غير معرفك على قواعد الامن والسلامة المهنية اتنين يجري اعمال القياس هو مين؟ ده الطالب الطالب يجري اعمال القياس اه لازم اشوفه قدامي وانا عشان كده بقولك اعمال القياس دي هتتشرح في الجزء المعارفي وفي القسم بتاعك هتطبقه مهاري هتطبقه ايه؟ مهاري يعني الادوات اللي هقولك عليها وعرفك عليها لابد من انك تعرف تستخدمها كويس جدا فين داخل القسم ده تاني مخرج المخرج رقم 3 ينفذ اعمال العلام وشنقرة طيب ينفذ اعمال العلام وشنقرة بعد ما تعرفت عليها كويس جدا وانا هعرفك استخدام كل اداء ايه؟ هتنزل في القسم بتاعك تطبق اعمال العلام وشنقرة على المعدن على الايه؟ على المعدن اربع يوجد اعمال القص اليدوي والآلي هتكون معايا عرفت ادوات القص وعرفت مكينة القص وعرفتنا اجزائها وعرفتنا استخدامها وفي القسم بتاعك كالعادة هيبقى ايه؟ التطبيق المطلوب في مجال تشكيل المعادن الظرفية اللي هو القسم بتاعنا اذا ابنائي مهم جدا جدا زي ما انا بقول لك جزء معارفي انا بقول لك هو تانش انت والنظام جديد لسه اول سنة عليك السنة دي فعشان كده هتلاقي لي بقرر مرارا وتقرارا اسلوب دراستك في ايه؟ يوجر اعمال القياس هكون معلمك ادوات القياس واستخداماتها في القسم تنزل تطبق عليها العلام مش انقرأ وتستخدم الادوات اللي انا قلت لك عليها بالطريقة الصحيحة يوجر اعمال القص هكون انا عرفتك في الجزء المهاري المعارفي ايه هو المقص اليدوي وهو المقص الالي اجزائه كيفية استخدامه وتنزل في القسم عندنا تبدأ ايه؟ تخلصه او تنفزه خمسة ينفز منتجات بسيطة لاشكال هندسية انا خلاص اتعلمت كل المخرجات دي وبشرط تم الاكتياز تم اكتيازها بنجاح عشان تنتقل الى مرحلة النهائية اللي هي تصميم او تنفيذ الاشكال الهندسية اللي احنا درسناها في الوحدة او على مدار مخرجات الوحدة الايه؟ الاسانية وطبعا انا مش ها مش برضو بنوه على ان انت مش تروح للوحدة التانية غير لما تكون اكتزت ايه؟ الوحدة الاولى وده تم شرحها لكل وحدة لها هدف هدف وحدة التدريب بتاعتي ايه؟ او الاهداف الاجرائية للوحدة التدريب ايه هي؟ القائد ضوء عن مفهوم الجدارة ده الهدف بقى نعم نتكلم ايه عنها؟ اللي انا عملته دلوقتي ان انا قلتلك يعني ايه جدارة؟ ده دلوقتي ده اللي انا شرحته ولسه ما دخلناش في اي حاجة تخص المنهج او المخرج تاني حاجة المخرجات اللي احنا لسه سردينها قدامنا لما عددهم خمس مخرجات المعايير وده الشرح داخل المخرج المعايير اللي هو معايير ايه؟ التقييم اشرح وقيم ادلة التعلم ودي عندي ثلاث بطاقات للايه؟ للتقييم اتنين ينفذ معايير السلامة والصحة المهنية لأعمال القياس دخلنا في اول مخرج بعد ما عرفتك يعني ايه جدارة؟ وفهمتك المخرجات عددهم قد ايه؟ وادوات التقييم ومعايير التعلم اقول دخلنا بقى في المنهج ينفذ معايير السلامة والصحة ايه؟ المهنية تعريف القياس طرق اجراء عملية القياس ده اللي هنتناوله داخل كل العناصر دي كده اهداف علينا ان احنا نكتزها ونحققها تصديف ادوات القياس ادوات قياس تقربية ادوات قياس دقيقة دي ليها شرح معانا ودي ليها شرح معانا الادوات واستخدامتها اعمال الشنقرة والعلام ايه اللي انا بعمله بالشنقرة والعلام بتستخدم في ايه؟ كعملية ما هي دي عملية صناعية على المعدن وعلى سطح المعدن اعمالها ايه هي؟ هنتعرف عليها اعمال القص اليدوي وكلنا عارفينها وبنسمع عنها واستخدمنا المقص اليدوي حتى في حياتنا العادية اعمال القص الالي المقصات اللي بتشتغل بالمواتير والكهرابة والهايدروليك تنفيذ اعمال منتجات وده في نهاية الوحدة لابد ان الطالب او هدفنا نكون وصلناه لاخر منتج اخر مخرج عندي اللي هو التنفيذ الايه؟ التنفيذ ما انا خلاص اتعلمت خلاص عرفت كل اداة وعرفت شرحها وعرفت استخدامها واجزاها واعرف ازاي اشتغل بيها عشان كده هنخليك تنفذ منتجات بسيطة في سؤال لابد ان الاجابة عليه من الذي يوكل اليه مهمة بناء المناهج بناء المناهج ابنائي في منظومة الجدرات اشترك فيها كل عناصر التعليم وهيئة التدريس من اول مدرس الشرح المعرفي او النظري ومدرس القسم بتاعك اللي هو مسؤول عن المعدات والالات داخل القسم ومراجع من الموجهين او دكاترة الكليات والجامعات ده دول اللي هم مين اللي اشتركوا في بناء المنهج او منهجية الجدرات ابدايا ادي هنا عندي مدرس اللي هو شرح اللي احنا بتقول عليه عشان نعرفك مدرس النظري اللي بشرح لك في الفصل مدرس العملي اللي موجود في القسم عندك والمراجع ان كان من عضاء هيئة التوجيه او دكاترة الجامعات طب انت بتقول منى اللي يوكل اليه مهمة بناء المنهج المنهج يعني ايه ما تجي نتعرف مع بعض ابنائي يعني ايه او ما المقصود بالمنهج في تعريفي انا ان المنهج في نظري هو المحتوى العلمي اللي يتضمن معارف ومعلومات في التخصص وبندرسها للطلاب من الكتب الدرسية المختلفة وده مقصود المنهج يبقى المنهج في نظري هو المحتوى العلمي اللي يتضمن معارف ومعلومات في التخصص بتاعنا بندريسة للطلاب داخل الفصل وداخل القسم بتاعنا او داخل الورشة تعالوا نتعرف مع بعض على مفهوم الجدلات وحنا قلنا في اول اهدفنا لازم نعرفك الجدلات وحنا اتكلمنا عنها اولا هي مجموعة متكاملة من المعارف والمهارات والسلوكيات طب ايه هي المعارف طب ايه هي المهارات طب ايه هي السلوكيات انا مفندهم لك كل حاجة على حدة المعارف معارفة حقائق محددة ده بينكو سين ايه بقى الفهم ده كده اول حاجة في المعارف خد بالك كويس جدا معارفة حقائق محددة فهم طب كويس جدا دي كده ايه المعارف الحاجات اللي هتشرح لك داخل فصلك داخل ايه فصلك طب المهارات القدرة على فعل شيء ما اه التنفيذ بقى مش نعرف انفذ اللي هو التطبيق فهمت اطبق تالت حاجة السلوكيات الرغبة في عمل شيء ده سلوك الرغبة الرغبة في عمل شيء ده ايه ده سلوك وهنا مشهد لاحدى اقسام المعادن بالنسبة لنا هو التنفيذ وزي ما احنا شايفين الاهتمام بالزي والجونتات واهتمام جدا بادوات الامن الصناعي ابنائي تعالوا مع بعض نروح لتصنيف الجدرات هو في تصنيف الجدرات طبعا في تصنيف للجدرات اولا جدرات اساسية جدرات اساسية اه العمليات اللي هتم عليها الجدرات دي جدرات اساسية جدرات ايه اساسية اللي هم عدد وحداتك اللي هيتم دراستها هم خمسة اسمهم جدرات اساسية نجي بعد كده ايه مقسومة ايه لا بقى جدرات فنية عامة وهنعرف عينيه دلوقتي بالشرح وجادرات فنية متخصصة جادرات فنية عامة وجادرات فنية متخصصة ده التصنيف بصفة عامة ده التصنيف بصفة عامة تعالي نشوف كل حاجة على حدة أنماط الجادرات اللي هو تصنيفها بقى أساسية وفنية زي ما احنا نسألين من لحظة في المشهد الفائد الفنية مقسومة إلى فنية عامة وفنية متخصصة فنية عامة وفنية متخصصة ده اللي هي ايه الجدارات الفنية طب الاساسية ينبغي ان تركز الجدارة على فعل مهمة اجرائية بما او اجراء عملية محددة واضحة وهذا يستدعي الابتعاد عن الصيغة او عن الصيغة غير المحددة التي يتضح منها المطلوب من المتعلم بالضبط يعني ايه يعني لابد ان انت تفعل شيء ما او اي عملية موجودة ما تكونش نمطية ما تكونش مقرية يعني ما اراش وانفذ لا انا هشوف واعمل وابدع وابتكر من غير صيغة محددة من غير صيغة ايه محددة اللي هو احنا عايزين ننمي فيك الابداع عايزين ننمي فيك الايه الابداع نطلق ليك العنان في التنفيذ اي مهمة في التنفيذ ايه اي مهمة عشان كده بنقولك لا يتضح منها المطلوب من المتعلم بالضبط ونشوفك انت بالضبط هتعمل ايه او هتتصرف ازاي ودي من انماط الجدارات الاساسية ما احنا في نظامنا الجديد ابنائي عايزين نطلع فني عامل ماهر كويس جدا فاهم وداري ومبدع مش نمطي مبدع ومش نمطي عشان يواجب سوق العمل عشان يواجب سوق العمل الفنية قلنا فنية عامة ودي المواد العامة اللي بالنسبة لنا ممكن ندرسها اللي هو بتبقى بتساعدني على فهم المواد المتخصصة او بعض الاجزاء بينها زي الرياضيات او العربي او الفيزياء فدي حاجات كلها فنية فنية عامة من الانماط الفنية اما المتخصصة اللي احنا بندرسه في صميم تخصصنا في صميم تخصصنا الاول مخرج بالنسبة لنا ننتقل اليه هو قواعد الامن والسلامة المهنية ودي طبعا بعض المهمات الخاصة بينا والخاصة بحياتنا العامة الخاصة بينا والخاصة بيه حياتنا العامة طبعا كل اداءة من ادواتنا دي هيتم شرحها بالتفصيل بيقولي مجموعة من الاجراءات ده بقى احنا بنكلف الامن الصناعي مجموعة من الاجراءات التي تحفظ كلا من العامل والمنشأة وده اللي احنا قلناه ابناء هدف الامن الصناعي مجموعة اجراءات ايه هو الحفاظ على العامل والمنشأة والحفاظ عليك داخل قسمك من المكان والمعدات والالات وكمان بنحافظ على المنشأة عن طريق الامن الايه الصناعي يبقى الحفاظ على العامل والمنشأة من اهداف الامن الصناعي طب بيجوا منين من مجموعة من الاجراءات مجموعة من الاجراءات بننفذها وزي خطة بنحطها عشان ننفذها كلنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على الايه المنشأة وكمان على ماداتنا وآلاتنا برضو نضفها ايه على العامل والمنشأة. آلات يعمل فيها من حدوث اي اضرار اه اي اضرار مادية. وكمان مخاطر محققة. الاضرار دي مش مادية وبس. ده انا ممكن كمان العامل يتضر لو محافظها على مهمات الامن الصناعي. ده الاضرار مش مادية فقط. خسارة في الانتاج. وبتعطل عجلة الانتاج. لا. ده الخسارة كمان ممكن تكون في العامل نفسه. من الاصابات لقدر الله. اصابات تحدث لو العامل منافسي تعليمات الامن الصناعي. ما ارتداش مهمات الامن الصناعي. ما اتبعش الخطوات المهمة جدا للامن الصناعي. فبيحدث ايه اضرار. الاضرار دي مش مادية فقط. لا. ده كمان اضرار جسيمة. وممكن تبقى بخصة بالعامل كمان. يعني مخاطر شخصية كمان. او مخاطر محققة تعطل عجلة الانتاج. معروف جدا جدا ان اي اصابة داخل العمل او اي تعطل لأي انتاج. او اي استخدام خاطئ لمعداتنا او اهلاتنا. اول حاجة بتحصل ان هو يتعطل عجلة الانتاج. وده مش مرغوب فيه. لاي منشأة صناعية. وانت حتى وانت طالب. برضو انت بتجري عملية صناعية. مش ممكن تضيع حصصك ويومك عشان استخدمت مكينة خاطئة او ما نفستش تعليمات الامن الصناعي وما ارتدتش مهماتك. لقد خرجت منظومة القوانين الخاصة بالامن الصناعي في شتى المجالات. شتى المجالات. كل مكان وكل حاجة لاغجنة ولا استخناء عن الامن الصناعي. اهداف منظومة الامن الصناعي والسلامة المهنية. اهدافها ايه? توفير بيئات امنة العمل من اهداف الامن الصناعي. طبعا من خلال توفير كافة الاحتياطات. كل الاحتياطات اللازمة لازم تكون موجودة داخل المنشأة. مش هعرف من غير احتياطاتي ومن غير ادواتي مش هعرف هنفز بيئة عمل امنة. وسائل السلامة العامة للعمال. الحفاظ على سلامة العاملين. كل ده امن صناعي واهدافه. وارواحهم. وتجنبهم الاخطار المحتملة. التي قد تقع نتيجة وجود اي نقص او اهمال في تحقيق ايه بقى? شروط السلامة العامة. طبعا الهدف ده الاول والتاني مهمين جدا. بيتكلموا علي. على الحفاظ على العاملين. والادات. والمعدات. الحرص على سلامة المعدات والآلات والممتلكات الخاصة بالمنشأة. ده كله برضو من ايه? من اهداف منظومة الامن الصناعي. تنفيذ شروط نظام ادارة الجودة المنصوصة عليها. طول ما فيه امن صناعي. واجراءات امن صناعي. الجودة هتبقى مضمونة. داخل المنشأة او داخل القسم. المنصوص عليها في نص القانون المختص بحقوق العمل والعمال. تعالوا ده احنا كده عرفنا الاهداف خلاص. عرفنا ايه? اهداف الامن الصناعي. بقى لما تسئل في اهداف الامن الصناعي. كما عارف ابقى فاهم كويس جدا اهداف الامن الصناعي ايه? قواعد الامن والسلامة المهنية. دي مجموعة قواعد للامن والسلامة المهنية. يجب معرفتها جيدا. اول قاعدة بالنسبالي. التزام بتعليمات العمل اثناء التدريب. يبقى التزام بتعليمات العمل اثناء ايه? التدريب. ما ينفعش خالص. اثناء التدريب. ما التزمش بالقواعد اللي موجودة عندي. وانا بتضرب. اتنين ارتداء ملابس العمل. ملابس او مهمات الوقاية من المهم من الحاجات الاساسية في الامن الصناعي. طب بدونها ما تروحش تتعمل تتحضر تدريب. ما تروحش تقرأ تعليمات وتنفزها. من دون ارتداء ملابس الامن الصناعي. او المهمة. منسميها مهمات الوقاية. مهمات الايه? الوقاية. وطبعا كل مهنة ليها مهمتها ابناء. كل مهنة ليها ايه? مهمتها. التزام بتعليمات المعلم اثناء القياس. وانا شغال وبعلمك ادوات القياس لان احنا عندنا ادوات قياس حساسة جدا. لو ما التزمتش بالتعليمات اللي انا بقولها ادوات القياس دي سهلة جدا 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 جدا. يحصل فيها ضرر. يحصل فيها ايه? ضرر. نظف ادوات القياس والمشغولة المراد قياسها. قبل البدء بالقياس. هي اصلا كل حد بيستخدم اداة. لابد قبل مغادرة القسم انه يكون منضفها كويس جدا. ولو محتاجة تتشحم تتشحم. لو محتاجة تزيد زي الالات بالزبط. بعض الالات والمعدات لا يمكن يعدي عليها وقت وتتحفظ وتبقى سليمة. ازا تنظيف الادوات ده مش قبل ما انا اشتغل هي جاياني نظيفة وانا اغاد اسيبها نظيفة. اتركها ايه? نظيفة. لا اه لا تقوص القطع المتحركة. القطع المتحركة. اه يعني ما روحش عندي الماكانة وامسك اداة قياس. ماكانة بتلف او مطور او فرش التلميع. اي مكان اه مكانة متحركة اروح اقس. لا خالص طبعا. ادوات القياس للاجزاء اللي سابتة معاي. للقطع السابتة. للمعادن السابتة. نظف ورتب مكان العمل واعد الادوات الى مكانها. واعدا يبقى انا هنا لما نظف. وارتب. والورشة بتاعتي تبقى منظمة. ده انا نفست قاعدة مهمة جدا من الان الصناعي. يجب المحافظة على الماكرومترات حساسة جدا. وضقيقة جدا. الماكرومتر اللي انا ماسكه في ايدي ووقع باز. حصل له ضرر. الماكرومترات القياس دي دقيقة جدا. طب احافظ عليها من ايه? من الصدمات? الصدى. النظافة اللي اح لسه يلينها. في كل مرة بستخدم فيها الماكرومترات ما ينفعش اسيبه. زي ما هو. وعدم ضعها او تخزينها في وسط وسط العدد وبالادراج. احنا ليه بقى وردوا حتة دي? ليه وسط العدد بالادراج? ليه احافظ عليهم ما خازنهاش? هي ليها مخازن. وليها جرابات بتتحط فيها. وليها اماكن لوحدها. لان احنا قلنا هي حساسة جدا. اداة من الادوات او المعدات قال حساسة جدا. فما ينفعش تحط وسط العدد ولها بقى المفكات والمفاتيح والزرديات والبنس والشوكيش. لا خالص خالص. الماكرومترات وهنتعرف عليها وحساسيتها بتبقى ليها مكان معين في الايه? الحفاظ عليها. يجب منعات ان الماكرومترات وهي ده موجودة في الوحدة بتاعتنا الوحدة التانية. اه انا الميكروت تتمدد بالحرارة ويجب استخدامها من خلال العازل. احنا قلنا من شوان الليها جرابات خاصة بيها. بتبقى ايه? لانما لو قلت مصنوع اجزاء منها جدا من البلاتين. والبلاتين بيتأثر جدا بالحرارة. بيتأثر ايه? بالحرارة في التمدد والانكماش. عدم تنظيف الماكرومتر اه او تلميعها باوراق الماكرومترات او تلميعها باوراق الصنفرة مهما كانت نعمتها. احنا قلنا بره دي من ضمن الحاجات الخاصة بالماكرومتر حساس جدا. قلنا اولا هو مصنوع من البلاتين. معظم اجزاء من البلاتين. والبلاتين هي مادة خلاص لامعة لوحدها. مادة نظيفة جدا. الملاتين بعدن ناقي. معدن ناقي. زي وزي الدهب بالزبط وزي الفضة. فمش محتاج خالص جدا في التنظيف بيبقى 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 ورقصة صنفرة. لا ده انا بستعيد عن الموضوع دوت جدا بكتعة قطن او كتعة قماش مبطنة. نعمة جدا انضف بيها الماكرومتر. عدم تنظيف اجزاء الماكرومتر الداخلية بالبنزين. احنا فيه عندنا حاجات وحنا مش حاجة نخلط بقى ابناء مبين تنظيف بعض الادوات باستخدام الكيروسين او البنزين وتزيده بزيت خاص بالاجهزة الدقيقة. لا ده بك خالص ممنوع منعا بتا استخدام اي اي سائل اه كيروسين او بنزين في تنظيف الايه الماكرومتر. لا ده هو لي زيت خاص بي بزيت بي الجهاز الماكرومتر الدقيق والقدمة زيت الورانية وكل اجزاءنا الدقيقة اللي بنستخدمها والحساسة بن ايه بزيت خاص بيها. بعد الانتهاء بعد الانتهاء من العمل يجب حفظ الماكرومترات في العلم الخاصة او الجريابات الخاصة بها وتخزينها في الاماكن المخصصة لها التأكد من دكة وحسينة الماكرومترات بمراجعتها دوريا بقياس مجموعة قوالب. عند تخزين الماكرومترات لفترة طويلة يجب تغليفها. يبقى انا هنا بعد كل ده انا داخل احنا ليه كلمنا حد هيقول لي الان الصناعي ده عام جدا يعني موضوع عام على كل حاجة وكل ما انشأة زي ما انت قلت يا مستر انما انت خصيت الماكرومتر اه ليه الامن الصناعي وقواعده داخل الوحدة التانية ادوات القياس. ادوات القياس. يعني لما انتقل الى عمليات التفريغ عمليات الجامعة هتلاقي الكلام كله على مكينة الجامع الالي ومكينة الجامع اليدوي. لا قواعد الامن والسلامة المهنية كلها كده بتنفذ على اللي خاص بالوحدة. والوحدة بتتكلم عن ايه? ادوات القياس. واهمها المايكرومترات اه مايكرومترات القياس. بانواعها. يبقى انا هنا لما قلت المعلومات تعليمات الامن الصناعي بقولها كلها على الحاجة اللي تخص الوحدة. عشان ما حد يشيتوه مننا. الامن الصناعي عام? الامن الصناعي عام. انا عارف كويس جدا. ولكن انا بتكلم عن امن تطبيق قواعد الامن الصناعي داخل الوحدة الثانية. يبقى انا هنا انتهيت ابنائي من جزء الامن الصناعي داخل الوحدة الثانية بكل مفهومه واهدافه وقواعده. بنبه تاني ان الكل وحدة عندنا في الصف الاول من الخمس وحدات كلهم في بدايتهم امن صناعي. ولكن وانا بتكلم عن مهمات الامن الصناعي هخص الحاجة اللي في الوحدة او اللي بدرسها في الوحدة. مش هتكلم عن الامن الصناعي بصفة عامة. لا. انا بقول الامن الصناعي بتكلم في الوحدة التانية عن ادوات العلام والشنقرة وادوات القياس واجهزة القياس يبقى هتطبق معداء قواعد الامن الصناعي على ايه? على معدات ومخرجات الوحدة التانية اللي هي خاصة بالمايكرومترات وأدوات العلام والشنكرة يبقى أنا في الوحدة وأنا بعلمك الأمن الصناع مش بقولك الأمن الصناع بصفة عامة لا، أنت لازم تعرف كويس جدا المهمات اللي أنت هتستخدمها داخل القسم بتاعك وتتعرف عليها كويس جدا وإيه الأهداف اللي أنت مطلوب تحققها والقواعد اللي مطلوب تطبقها داخل إيه؟ داخل القسم في إيه؟ في دراسة الوحدة التانية زي ما أنا قلت من شوية إنه لو أنا بادرس عملية الجامع فمن عندي عندي عملية الجامع أو عملية الخراطة ده كله هدرسه في الوحدات لما يجي أوصله لما يجي أوصله هتكلم عن الأمن الصناعي الخاص بيها الخاص بإيه؟ بعملية الجامع الخاص بعملية النشر من شار الأركت الخاص بأدوات العلام فكل حاجة بالنسبالي هتكلم عن الأمن الصناعي الخاص بيها عشان كده انا في المخرج الاول قلت امن صناعي للوحدة التانية ادوات العلام والشنقرة وادوات القياس يبقى انا خلاص عرفتك هتعمل ايه في المعدات بتاعتك قبل ما نروح نشرح قبل ما نروح نشرحها قلتلك دلوقتي قواعد واهداف الامن الصناعي بالنسبة للادوات العلام والشنقرة وادوات القياس ومن اهمها المايكروبيترات يبقى انت هتنزل عندي القسم من الفصل للقسم ترتدي كل المهمات تبقى عارف ايه المطلوب منك تبقى عارف الامن الصناعي قبل ما استخدم اي ادام اللي انا هشرحها دلوقتي اي ادام اللي انا هقولها من ادوات القياس مش هيتم استخدمها واستعمالها غير بمهمات الايه الوقاية الخاصة بالامن الصناعي يبقى انت كده بقى عندك معلومة ان كل وحدة لها مخرج في الاول اللي هو مخرج الامن الصناعي بحيث وانت نزل القسم تبقى عارف هتشتغل في ايه والمهمات اللي انا هرتديها عبارة عن ايه وكده المخرج الاولاني بالنسبة للامن الصناعي انا عرفتك عليه كويس جدا اهدافه وقواعد تطبيقه اهدافه وقواعد ايه تطبيقه هنروح للمخرج التاني اللي هو ادوات القياس تعالوا مع بعض بقى نتعرف على عملية القياس ونشوف انواعها لان انا عندي انواع من القياس قياس مباشر وقياس غير مباشر قياس مباشر هعرف ايه الاداة اللي بتستخدم فيه وازاي ايه بيه والقياس الغير مباشر الادوات اللي هستخدمها وعن طريقها هيتم قراءة القياس ده كله هشرحه دلوقتي وبعد ما نروح على ما نغادر موضوع القياس وانواعه او نتكلم عنه واعرفه هابدى اروح لكل اداة من ادواتنا اللي هيتم استخدامها داخل القسم بتاعك اعرف كويس جدا استخدامها مصنوعة من ايه وادوية وتركبها عشان اتفادى اي اخطاء زي ما احنا قلنا ابنائي منظومة الجدرات الجديدة او تعاليمنا الجديد الهدف منه اخراجك واعدادك كويس جدا لتكون ماهر جدا في صناعتك وتخصصك تخرج سوء العمل ما يكونش عندك اي معاناة ونبعد عن النمطية في التعليم اللي هو ما عادتش علينا كطالب في التعليم الصناعي باي جديد سواء انك انت كنت تخش للتخصص وتخرج منه من غير ما تحصل اي معرفة او اي مهارة لا احنا ابنائي عدلنا كتير جدا من نظامنا اللي هو نظام التعليم القديم وبقت منهجية الجدرات مفيدة جدا ليك ارجو انك ما تسيبش حاجة منها ما تسيبش حاجة واسأل كويس جدا والمهارة واحنا معاك في الشك المعرفي مدرسينك وفي الشك المهاري ليك مدرسينك ده هيعلمك ويعرفك وده هيخليك تشتغل بايدك علشان تتعلم كويس جدا كل حاجة داخل تخصص تشكيل المعادن الزغرفية وتبقى جاهز انك تطبق اي منتج او تنفذ لنا اي منتج من منتجاتنا الشيقة الجميلة اللي هي منتجات المعادن اللي احنا كلنا عارفنا ونعرفك عليها تبقى عامل ماهر اقول ان كنت هتكمل وربنا يوفقك تبقى مهندس فاهم وفي نفس الوقت اشتغل بايده يعني ما فيش حد يقدر يعدل عليه وتبقى بالنسبة لك استفدت اكبر استفادة ياريت كل ابنائنا الطلبة تستفيد من النظام التعليم الجديد في التعليم الصناعي ونحول التعليم الفني ابنائي من تعليم مهمل او هامشي الدولة صراحة جدا جدا احقاق للحق بتسعى جاهدة ان مدارس التعليم الصناعي ما تكونش مدارس مسميات موجودة عبقى على المجتمع احنا عايزين نخرج ايدي عاملة ودي عندنا منها كتير جدا ان شاء الله ان احنا عايزين نخلي القوة البشرية اللي عندنا دي تتحول الى طاقة انتاجية طاقة انتاجية التعليم الصناعي وتعليم الفني مش زي ما معروف عنه انه هو تعليم على الورق بس لا خالص اطلاقا في نظامنا الجديد او منهجية الجدرات المناهج المبنية عليها مناهج شايقة جدا حديثة جدا فيها كل ما يخص الصناع كل ما يخص الصناع الحديثة ومواكبة سوق العمل موجود داخل منهجية الجدرات اختتعليم الصناعي ابنائي اختلف ارجو انك تختنم الفرصة كل طالب التعليم الصناعي او الزراعي او الفندوقي او التجاري عليه أنه يختنم الفرصة جيدا في نظام التعليم الجديد المبنى على منهجية الجدرات وما يخدرش المدرسة خالص غير لما يكون مهاري وعارف وفاهم كويس جدا نعود إلى مخرجة تانية في الوحدة التانية للصف الأول أبناء أدوات الإعلام والشنكرة ونبدأ مع بعض نروح إلى معرفة أدوات القياس وقبل ما نروح إلى أدوات القياس نتعرف على عملية القياس وأنواعها عملية القياس وإيه؟ وأنواعها تعريف عملية القياس إحنا قلنا منذ قليل أن القياس بالنسبة ليه تعريف وليه مفهوم وفي نفس الوقت عملية القياس لها أنواع لها إيه؟ أنواع زي ما هو قدامي دلوقتي كده يعرف أو تعرف عملية القياس على أنه مقارنة أحد الأطوال أو إحدى الزوايا المطلوب قياسها بوحدة قياس معتمدة دوليا وإحنا هنا بالنسبة في مصر لوحدتنا الدولية إيه؟ المليمتر أو الدرجة المليمتر أو إيه؟ أو الدرجة المليمتر طبعا للأطوال يا أبنائي ما حدش يخلط إيه؟ الأطوال ليها قياس أطوال وحدة قياس زي المليمتر زي المتر زي السنتيمتر أنا جاء لك بس مثال والزوايا للدرجة ما حدش يقولي الأطوال للدرجة لا خالص الأطوال ليه؟ عندنا وحدة الأطوال بالمليمتر والسنتيمتر والمتر إنما الزوايا تقاس بالإيه؟ بالدرجة زوايا تقاس بالإيه؟ بالدرجة وفي مفهومها الأشمل والأوسع عندي منها أقسام زي الثانية والدقيقة والدرجة ده القياس الصحيح للإيه؟ للدرجة يبقى هي عملية مقارنة إحدى الأطوال أو إحدى الزوايا المطلوب قياسها بوحدة قياس معتمدة دولياً ده مهم جداً إحنا ما ندرش نشتغل بحاجة غير المليمتر والسنتيمتر أو نقيس الزوايا بالدرجات أو نصدر الزوايا بالإيه؟ بالدرجات وتكون القيمة الرقمية الناتجة عن ذلك هي البعد الفعلي أو المطلوب إنتاجه خلاص الهدف من عملية القياس آآ عايزة طلع قيمة رقمية قيمة رقمية ويتم ذلك بسردام أدوات القياس اللي هي إيه بقى؟ القدم الصلب إحنا بنكلم على تخصصنا تشكيل المعادن الظروفية أدوات القياس عندي القدم الصلب القدم الصلب وكنا تناولناها في الوحدة الأولى من ضمن أدوات الرسم الهندسي المسترط القياس كان من ضمنها القدم الصلب عفوا ألا والقدمة زيات الورانية القدمة زيات الورانية قدامنا هي أهي دي كده قدمة زيات الورانية شايفين القياس ده؟ هنعرف مع بعض بالضبط جدا منشرحها باستفادة وده مايكرومتر وده إيه؟ مايكرومتر كنا بنتكلم عليه الأدوات دي حاسسة جداً أبنائي لا تحتمل السقوط على الأرض أبلاً لا تحتمل السقوط على الأرض يبقى أنا كده عرفت عملية القياس وبعض أدوات القياس هم كتير طبعاً بعض أدوات القياس اللي نستخدمها في عملية القياس زي ما قلنا طرق إجراء عملية القياس إيه هي الطرق؟ قلنا في السابق عندي طريقتين لإجراء عملية القياس الطريقة المباشرة والطريقة الغير المباشرة دول الطريقتين الموجودين ما فيش غيرهم لعملية القياس طب تعالوا ناخد الطريقة المباشرة يتم الحصول على نتيجة القياس المطلوب لقيمة ما؟ مباشرة عن طريق استخدام مسترة القياس ده مباشرة؟ آه أنا لو حطيت المسترة زي ما أنا شايف قدامي في الشكل ده المسترة على قطعة من المعدن القطعة طولها 3 سنتي من عرفته على طول دلوقتي القيمة المحددة بتاعت القياس 3 سنتي 2 سنتي 5 سنتي عرفت مباشرة ما عارتش من على شاشة عرفت مباشر خلاص لا عارت من على كورس الساعة وهنا عارف دلوقتي يعني ايه؟ ولا عارت على شاشة رقمية أنا حطيت مسترة القياس اللي هو القدم الصلب مباشرة على القطعة طلع بالنسبالي القياس خلاص المضوع منتهي ده اسمه قياس مباشر يعني لما كيسألك اقولك قياس بالمسترة القياس او بالقدم الصلب ده قياس مباشر او غير مباشر؟ السؤال الاجابة قياس مباشر وده منظر تاني قطعة من الشغلة عندي او قطعة من المعدن حطيت المسترة مباشرة تلعب تلعب تلاتة سنتي خلاص ده قياس مباشر خط اوفقي قياس اوفقي خلاص ده اسطو تلاتة سنتي ده قياس مباشر انا عرفته مباشرة ما عارتوش عن طريقة حاجة او ما جبتش اداة تانية اقرأ من عليها القياس قياس رأسي زي الامامي اهو؟ وده قطعة شغل بالنسبالي خلاص انا خدت القياس بطريقة مباشرة بطريقة ايه؟ مباشرة مباشرة يعني انا عندي هنا لما باخد القياسات وروح انفذ الرسم نفست مباشر نفست الرسمة دي ايه مباشر يعني دي تلاتة سنطر المسافة دي ودي تلاتة سنطر ودي ستة سنطر وارتفاع تلاتة وخط افق تلاتة يبقى انا هنا كل دي قياسات ايه مباشرة باستخدام مستلط القياس او القدم الصلب او القدم الايه الصلب يبقى انا كده عرفت مفهوم القياس المباشر او صيغة تعريب القياس المباشر وكمان شاهدت القياس المباشر بنفسي لو انا هدي مثال بسيط بقى هنا عن الجدارة لأ انا مش عارف كده واسكت انا هنفذ ده في القسم عني شفتوا بقى يا ابناء هنا هو يبقى انا لو هدي مثال بسيط بعرفك كل شوية عن ايه جدارة هو كل شوية يعني ايه تعليم في الجدارات او في منهجية الجدارات بقول انت دلوقتي تعلمت عن ايه القياس المباشر عرفته كويس جدا معايا نزلت القسم هتطبق القياس المباشر امامك تجهز ادواتك تجهز قطعة الشغل تبدأ في التنفيذ كلها خطوات هتشاهد وانت بتقديها هتشاهد وانت بايه بتقديها يبقى دي عملية القياس المباشرة وايه اخد القياس بتاعي مباشر من على قطعة المعدن على طول او عن طريق ايه بقى مسترة القياس او قدم الصل وهنا برضو نفس الموضوع اهو القياس برضو ايه عملية القياس مباشرة تماما زي بالزبط الايه القدم الصل طب تعالوا نحن نشوف القياس الغير مباشر يتم تحديد قيمة القياس عن طريق وسيط القياس القياس باستخدام فرجار قياس داخل الفرجار البرجل احنا خلاص المسميات اللي باللغة العربية العم عارفنا عن العم احنا بنوها عليه برجل هو فرجار هو ايه فرجار المسميين صحة ابنائي تداول اسمه تداول البرجل فخلاص مفيش مشكلة خالص انكتول عليه فرجار او تقول عليه ايه برجل الاتنين مسمى صحيح للايه للادا بتاعتي وهنا بقى القياس الغير مباشر بيتم عن طريق اداة بيقول لي ايه بقى فرجار قياس داخلي او خارجي ده كده خارجي ده كده ده كده داخلي ده كده ايه خارجي ومنسمى قياس هذه القيمة على مصطرة قياس البرجل مفهوش مصطرة زي ما انت شاي انا خدتي الفتحة الداخلية دي او القطر الخارجي ده للقطعة وروحت عملت ايه ابنائي استخدمت المصطرة عشان اعرف القياس زي ما انت شايف قدامك اهو والصورة هنا اوضح ده كده قياس داخلي بقيس قطر داخلي قطر ايه داخلي اللي هو ده على الرأس اهو دي حاجة عملية قدامك طب هو هو انا هنا عارفت المأس ده فتحة برجل ده فتحة برجل طب اعرف منين اروح لمصطرة القياس احط عليها الفتحة بتاعتي اعرف القياس وده غير مباشر ده ايه غير مباشر عكس العملية اللي فاتت تماما مصطرة القياس الدتني القياس المباشر انما هنا قطر داخلي قطر خارجي طل ضلع داخلي خارجي بعمل ايه بستخدم اداة وبعدين هروح للقدم الصلب اخذ القياس بتاعي من عليها الفتحة دي اهي عندي ايه ده كده اوضح ياريتنا كن احنا شافين كويس جدا ده قطرة هو قطرة المعدن اللي قدامي لها قطر خارجي عايز اهروح اخذ الفتحة البرجل دي واروح بيها فين على مصطرة القياس او القدم الصلب اخ اقرأ من عليها المقاس بتاعي اقرأ من عليها الايه المقاس بتاعي يبقى انا عندي هنا اتعرفت على عملية القياس مفهومها وعملية القياس المباشرة اللي بتتم من على القدم الصلب وعملية القياس الغير مباشرة اللي بستخدم فيها احدى ادواتنا ممكن اي ادوات تانية عندي ادوات ايه قالي زي مثلا الماكرومتر ماها قياس القدم الزيت الورانية ماها قياس والبرجل كمان قياس يبقى انا هنا لو استخدمت اداة غير مرقمة او معلاش اداة قياس وروحت خدت القياس من على القدم الصلب او المصطلة بتاعتي يبقى دي عملية قياس ايه غير مباشرة غير مباشرة خرجت برا القدم الصلب وروحت جبت حاجة برجل او ماكرومتر او قدمة خلاص بيت عملية قياس غير مباشرة يبقى لما اسأل على عملية القياس غير مباشرة ابقى فهمها كويس جدا ولو قال لي حد نفزها هقول له اعطيني برجل او فرجار او ماكرومتر وانا نفز لك عملية القياس غير ايه مباشرة زي ما احنا قلنا كل حاجة هتتعلمها معرفيا هتنفزها مهاريا هتنفزها ايه مهاريا ادوات القياس تصنف ادوات القياس الى واحد ادوات قياس تقريبية ادوات قياس تقريبية يعني ايه تقريبية يعني مش هتديني البعد الدقيق مش هتديني البعد الدقيق زي ايه بقى المصطرة المعدنية المدرجة بتاعتنا القدم الصلب ازاي انا بقس تلاتة سنتي تلاتة سنتي ابناء انا عندي الشورة اللي موجودة على القدم الصلب بالمل وفيه كمان كسر من المل وفيه كمان كسر من المل يبقى انا هنا لو انت هتقول ان انا هستخدم مصطرة عادية جدا في القياس هتبقى تديني البعد اللي انا عايزه بس بالطريقة التقريبية فلابد وإحنا بالإسم المسطرة تلاتة سنطي أقول تلاتة سنطي تقريبا ستة سنطي تقريبا تسعة ونص سنطي تقريبا أو مل تقريبا أو متر تقريبا تاني حاجة المتر الشريطي اللي هو بيتفرد المتر اللي احنا بنفرده عادي جدا ممكن نشوف شكله دلوقتي في أحد الصور المتر اللي عندنا موجود في كل منزل أو عنده في أي قسم موجود المتر الشريطي اللي بتفرد البرجل كل دول أدوات قياس تقريبية هأسأل فيها يا مستر آه هتقيم فيها هتقيم فيها هتصنفها هنحط لك الأدوات قدامك وتصنف قلنا أبنائك محتاج تركيز منك كويس عشان تبقى جدير بالمخرج اللي انت فيه لابد إنك تكون عارف وعلى ضراية بكل جزء فيه يبقى أنا هنا أدوات قياس تقريبية عارفتها خلاص ودي مش هتديني البعد المزبوط بدقة ده إيه؟ أول تصنيف للأدوات القياس اللي هي أدوات قياس إيه؟ تقريبية اتنين أدوات قياس دقيقة زي إيه بقى؟ قدمة زيات ورانية لسه شايفين شكلها من شوية عليها شاشة تديني القياس بالسانت وبالملي بالسانت وبالملي طب هنا الزاوية المتحركة المنقلة منقلة آه المنقلة دي عليها برضو شاشة رقمية أو منقلة ذات الكرس الساعة كل دول يدوني القياس الضقيق والزاوية السابتة اللي هي لو عندي أي زاوية زي الزاوية القائمة خلاص دا كياسة تسعين يعني هي خلاص مفيش أي قياسات تانية مفيش أي قياسات تانية طب لو زاوية تلاتين خلاص مفيش قياسات تانية خلاص أنا مسبتها بالدرجات والدقائق والثواني وهي في في الزاوية يا مستر الدقائق والثواني آه قصور الزاوية موجودة وإنت المفروض درستها في الإعداد الزاوية تقرأ بالدقائة القراءة الصحيحة لها درجات دقائق ثواني الزاوية الصحيحة ابناء ستين على سبيل المثال ترقين درجة وتمانية واربعين سانية وستاشر وتمانية واربعين دقيقة وستاشر سنية ده الكياس للعالم كله شغال بيه الصحيح اللي بيتباعه نظام الدرجات الدول التي تتبع نظام الدرجات وقياسها الصحيح ستين درجة أو مية وعشرين درجة ويه طمنتاشر دقيقة ويه واحد وعشرين سنية ده الكياس هو الزوالة لايها؟ آه لايهاكسور من الدرجات طبعا ليهاكسور من الدرجات يبقى أنا كده يا ابنائي عشان ما اروحش بعيد عن الموضوع أعرفت الأدوات قياس تخربية وادوات قياس دقيقة هنا ملحوظة صغيرة ليك كمتدرب داخل قسمك شارك افراد مجموعتك في التعرف على ادوات القياس رسالة موجهة ليك رسالة موجهة ليك عزيز الطالب هو ايه او المتدرب شارك افراد مجموعتك انت وطلب زميلك تبدأ وتتناقشه كتير جدا جدا عن ادوات القياس خد بالك لما بتتكلم مع حد عن اي موضوع بيزبط في بناغك انت وادوات بدل ما اتكلم في حاجة مش بالنسبالي اه اه متعننيش او اضيع وقت فيها لا ده انا وانا اصدقائي داخل او زميلي داخل القسم اشاركهم في معرفة ادوات القياس ونتناقش فيها نعمك افكارنا ونسأل معلمينا بالتفصيل بقى ادوات قياس تقربية المسطرة المدرجة دي ادات ادات اقربية اه ادات اقربية ليه احنا قلنا من شوية مش هتديني الطول بالملي وبالاجزائه بالسانتي وبالملي طب ما تيجي نشوف يعني ايه المسطرة المدرجة هي اجهزة بسيطة بسيطة وليست حديثة او مش حديثة يعني ما فيهاش الاجزاء الميكانيكية او الاشكال الرقمية او الاشكال الرقمية اللي ممكن تخليني اخد قياس ضغط منها لقياس الاطوال بواسطتها تستطيع الفني كراءة القياس المطلوب بسهولة مباشر خد بالك مباشر كما انها تستطيع في رسم الخطوط المستقيمة افقية او رأسية عند تخطيط الالواح المعدنية وفي ورش التدريب الاساسي يتم استعمال المساطر الفلازية احنا قلنا عليها من شوالة جدا الاسم القدم الصلب القدم الصلب وهي مانئة من الفلاز مصنوعة من الفلاز الرقيق الصلب اللي لازل لا يصطأ بالفعل فعلا هي بتبقى مصنوعة من الصلب اللي لازل لا يصطأ لو قاعدت سنين جدا حتى لو حصلها اي تاني او حاجة ما تصديش ابدا جودتها عالية جدا القدم الصلب من النصح باستخدامه جدا جدا على طول باستمرار في الاقسم بتاعتنا وبأطوال 30 سنة و50 سنة و100 سنة و150 سنة دي أطوال القدم الصلب اللي موجودة عندي داخل القسم وتكون مدرجة من الحفة بالوحدات الحفة اللي هي طرف المسطرة بالوحدات المترية ملي متر وصنتي متر والمقلوب ده كان البوسة ابنائي برضه عشان نبقى احنا عارفين بس اذا ما بننسلم القياس كتير هو يعتبر المشهور والمتعرف عليه داخل اقسمنا هو قياس الملي والصنتي واحيانا تكون مدرجة من الحفتين بالوحدات المترية اللي هي زي ما احنا اقولنا كده من هنا سنتي وملي ومن هنا بوسة من احدى حفتها والحفة الاخرى مدرجة بالوحدات البريطانية البوسة واجزأوها زي ما احنا نسألين ابنائي اللي هو ايه الوحدات اللي هي البريطانية وانحنا بننوادر جدا لما بنستخدمها الا في بعض المجالات الدقيقة جدا اللي بيستخدمه البوسة ولكن قياسنا الطبيعي جدا المستخدم في مصر اللي هو السنتي والملي واجزأها والمتر برضو نفس الموضوع يبقى دي المسطرة المدرجة اللي هي من ادوات القياس الايه التقريبية ادي القدم الصلب أبنائي بأطوله ادي القدم الصلب وشكله وادي استخدامه مباشر والمنظر لاحنا شافينه ده شفناها قدامنا وكمان قياس مباشر لأحدى المجسمات قدامي باخد القياس مباشرة ولكن أبنائي في ملحوظة ان ده القدم الصلب من احدى الأدوات البسيطة التي تستخدم في القياس المباشر وغير دقيقة مش معنى انها غير دقيقة ما استخدمها لا استخدمها ولكن انت لو عايز سنج او مقياس ضقيق جدا عندك ادواتك الاخرى اللي احنا يسا هنتكلم عنها يبقى هو قياس مباشر اه بتساعدني بسرعة ناخد الابعاد اللي انا مش محتاجة تدكة فيها جدا يعني فممكن استخدمها دي المسطرة المعدنية المدردة قواعد القياس او قواعد العمل لقياس بالقدم السلط عند استخدام قدم القياس في اعمال القياس يجيب عمل الاتي تعال بس نشوف بقى قواعد العمل للقياس بالادم ده ليه قواعد اه تعالوا نشوف التلات قواعد دول ابنائي قدم القياس لا يستخدم لقياس الابعاد الدقيقة احنا قلنا ان هو اداة بسيطة وبرضو تستخدم في ايه في القياس المباشر جدا تبلغ دقة القياس باستخدام قدم القياس واحد ملي متر يجب دي اول حاجة يجب تهزيب المشغولات ازالة الرائش من عليها عشان اعرف اتمكن من القياس قبل القيام بعملات القياس ده قدم صلب لابد ما يكونش فيه رائش او اي حاجة تعيق عملات القياس يوضع قدم القياس دائما في وضع متعامل على حرف الاسناد كما في الشكل اهو زي ما احنا شوفين كده موضوع قدم الصلب على ايه على الحرف بتاعي ودي قطعة الايه المشغولة بتاعت او قطعة المعدة او المجسم اللي بقيس عليه القياس يبقى القدم الصلب منسبالي اتعرفت عليه انه هو من الادوات البسيطة اللي بتستخدم فيه القياس المباشر وكمان عرفت قواعد العمل بيه يبقى احنا هنا في حلقة اليوم ابنائي درسنا ايه مع بعض في اولى مخرجات الوحدة التانية او الوحدة السانية اللي هي ايه قلنا ادوات كانت بانون ادوات القياس والعلام او ادوات العلام وقلنا مع بعض فيها او شرحنا فيها الامن الصناعي واهدافه وتطبيقه وقواعده واهميته في الحفاظ على العاملين والمنشأة واتقلنا بعد كده الى عملية القياس وخدنا فيها القياس المباشر وعرفنا المعدات اللي بتصنف فيه اعماليات القياس ادوات تقربية وادوات دقيقة جدا وخدنا من الادوات التقربية المصطرة اللي هي القدم الصلب المصنوع من الفلاز اللي زل لا يصدق ابناء الاعزاء اتمنى ان تكون حلقة اليوم مفيدة بالنسبة لك في منهجة الجدرات على امل بلقاء في حلقات اخرى قادمة كان معكم مستر تامر شهتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة